دكتور سباحا خير، أهلا وسهلا فيك كيفك اليوم؟ ماشي الحال حضرتك طبيب بعام ووقائه واليوم رح تحكي عن موضوع كمان كتير مهم وقلوا عليه قبل المقدمة اللي أنا عملت النسيان فكمان بجملة سريعة رح حاول اختصر عادة نفكر إنه النسيان نعمة يعني إذا بدك شاعرياً تقوله نعمة النسيان وهيدي من نعم الله علينا يعني إنه نحن لو ما منقدر ننسى ما منقدر نكفي حياتنا ولو ما الحزن بيزغر بعدين مننسى لو ما الإشياء اللي بتزعجنا بحياتنا الأشخاص اللي بيمرقوا بيأذونا المواقف اللي بتصير لو ما مننسىها كمان هيدا الشي بيعزب أرواحنا مثل ما بنقول هيدا عم نحكي شاعرياً ونفسياً إذا ما نحكي فيزيولوجياً في بعض الناس بعانوا من هيدا الفكرة إنه أنا بنسى كتير أو بتحججوا بهيدا الموضوع فالسؤال هو إنه مضبوط في شي اسمه نسيام ولا في شي اسمه تانيسى بوصف وقداب يختلطوا لنفسي بالفيزيولوجيا ببيد الموضوع أوكي هلأ في شي اسمه ريبرشن وفي شي اسمه ريجرشن بالحقيات ريبرشن تنترجمه على العربي يعني أنت في شي ازيكي حابة تنسي تلتهي أو بتعبيه بشي جديد وبالتالي ما فيك تفكر بشارتان بنفس الوقت بس فكر بشي جديد أحلى تتناسي بس ما بتنسي شي ازيكي والدليل ما حدا بين سموين كامي بـ 9-11 أو انفجار مرفق بيروت تسأل للبنية أكتر من 90% حقوليك شو كانوا بيعملو حيقوليك أكتر على الساعة لأنه بيعرفوا ما كانوا بشارلو ستة ونصب بس بينسوا لنهار فنحن نتذكر الاشياء للأسف الكتير ازيتنا نتذكرها ونتذكر الاشياء يلي حابين نتذكرها بسوفينير لنحس بشي حلو حكيتيني عن بلد بتذكر هلأ عاكل حال يعني الذكره هو شي فعل التذكر هو فعل امتقائي يعني نحن ننقش ونتذكر ولا مش كل الناس عندها القدرة لأ أوقات في شي بيكون بالإنكونسيانس قد ما تجربت تتناسي بتضلك متضايقة بتجربت تحكي عنها تترتاحة هاي دي النقطة كتير مهمة هلأ باتوفيزولوجيا آخر شيء من سؤال حضرتك فيه نورون براسنا عصاب العصاب مع العمر بدا تموت بصير فيه less نورنز يعني نوع عم نحكي أكتر شي عمر الـ 65 وما فوق انه ننتبه لأنه بالآخر نحن نعمل ريزنينج نتحلى لا فيش الـ thinking نحن نعمل ريزنينج نتحلى لا فيش الـ thinking نحن نعمل ريزن نعمل المنطق هؤدا 3 أتابات كتير مهمين لنعرف نحن انه شخص مثلا IQ تابعه عالي غير شخص IQ تابعه واتل لأنه في شخص يقولي هيدا thinking he's not thinking ما عم يفكر وبالتالي الأوقات لإسكيا بس فكرة أنه IQ واطي وعالي هادي مش فكرة كمان أنه بيتدولوها الناس بس منها كتير حرفية لأنه أثبتوا أنه في أكتر من ذكاء أنواعي من الذكاء بالحياة فأنه اللي ذكيه بمطرح أقل Work intelligence ما تصمين انتلجج لكذا شغلة بس أنا أثبت أنه ذكياء عاطفي مثلا أنا أثبت أنه أنا الإنسان اللي بيفكر كتير وهو ناجح كتير ممكن ما ينسى يعني قطك اللي بيعيش بحياته عم بيفكر بالإشياء مظبوط عنده آراء بالحياة بالأمور بالمفاهم عادة أي ممكن هلا أنه أهم شيء للنسيان نعمل نوع من الحياة كمان واحد بيجي بيكون كتير شربين كوحو كتير عم يدخل مع بيعون رياضة عنده كوليستيرو الضغط سكري يعني فاسكولا ديمانش يعني الضغط الأكسجين على الرأس عم ينقص الزباديك بينسى ولكن كمان هما نتبع على النسيان الشور تيرم يعني واحد نسل من يومين شو أكل منا مصيبة بس واحد نسل المقلية على النار كل يوم مشكلة يعني ما نشوف كمان النسيان شو هي ما عاشي اسمه جوتشمنت يعني هو كمان الموت طبعه المزاج والبرسوناليتي الشخصية تأثروا هو وعنده رشفات وعمل يعني صار عيش وحده فكريم اني هم هنتبع مع النسيان كبير بالعمر شو فيها يعني مين الشخص اللي عم ينسى أصدق يعني مش اي شخص عم ينسى هو متل بيشبه شخص تاني عم ينسى يعني في النسيان النورمال كيف طريقة حياته كيف شو عمره عمره اذا عنده امراض طريقة حياته طب فيك تخبرنا هيك يعني كمان باختصار انه اي متى النسيان بيكون نوع من انواع المرض يعني كل الناس تنسى متل ما اتفقنا وهي دي نعمة بنقول اي متى بيصير نقمى اي متى بيصير مرض لازم واحد ينتبه له اكيد مثلا ما بقى عم ينتبع حاله ما بقى عم ينتبع حاله ما بقى عم ينظف حاله مظبوط ما بقى فيه كل واحده عم بيخسر وزن تابعه بيخد قرارات خاطئة عم بيعد ما صاري نسيان خطير صار يعني عم ينسى حتى شو عم بيعمل بشكل ضايع واحد كبير بالعمر عم بيضله يلقى التهابات هون بحالة الالزيمين المتقدمة عم نحكي شخص عصبة صاير عم ينسى بس الاختر منهم شي اسوء دي ما نشعني عم ينسى بس في معه يعني عم بتضيع لا عم بيشوف اشيه مانا موجودة هذيين هلأ عم نحكي الحالات الكبيرة يونه تقديم فرون تو تامبر لانو نسيان مش عطول نربطو لوركا بانو نقص الفيتامين بيدوز مش عطول نربطو انو والله لانو ما نمنيح واليوم مش مركز مش ديما شي بسيطة ايه عطول ما اشوف انو ما فيه ارغانيك يعني النسي لانو في شي ارغانيك لانو الهيوم ازا اجلك الواحد عندو كسر غد بينصى يعني اليوم انا افكر بالنسيان كأورجانيك كغدة كفيتامينات مش يعني بعدين منقول انه هيدا النسيان والله لان هو معوت حاله لانه بعدين بيجيك النسيان اللي بدي يمرن حاله يعني انا بدي اقرأ مرن حاله على التذكر ولا على النسيان لا انه عم بيعمل اجزرسايز عم بيقرأ عفكرة اللي كتير بتذكروا في اشخاص بيمروا بحياتنا بيقولك تتذكر لما كان عمرنا انت بكون مش هيدا نيتي ما في فكرة براسك لا والكبير هم بيجيه على الماضي عفوقه هون بيكون مش في الشيء عم بيضايقك عم بطلع حالك تنسي عم ترجع على الماضي هيدا مهم النقطة عم ترجع على الماضي مثل مريض الالزايمير بينسى شو عامل اوقات المشكلة ينسى شو عم بيعمل هلأ ما هي اختار شيء هون ومشكلة كبيرة ما فيه ضرارات هودا الكلمات الطبية او عنده محمل اليوم اي نهار وكيف ولاش انك الهدف يقول انه فيه نسيان الطبيعي الصغير يلي هو شو اكتب المبارح حط افور ليتذكر مانوش مهم اه بس اذا كل يوم نسى بيصير مهم اكيد لانه ممكن هون نحكي عم البروجرشن هو نسى نهار واحد لانه تعبان او هو عم تزيد هيدا البروجرشن عم تزيد مع الايام لدرجة انه تغدى وبعد ساعتان سألتي شو تغدى نسى في فعال كبير بس اذا اتكررت النسيان تكرر لعمر معين يعني اذا كبير غير كمان عم نحكي عن شاب اكيد شاب هلا اه تشوفي اوقات عم يعمل سبور ايكي لضربة اوكي بيعمل ينسى يوم يومين بس نحنا بنعمل كلهم بيعرفوا انهم بيجوا في فحز كان عاطينه بالصور اه اليوم انت بتسأليه لالجبيب العمر بدي يرسم حتى بديكشوف انت وعيه بديكشوف الريزنينج تابعه وممكن تعمليله اه مي ناقش سبع اذا لطيله مي ناقش سبع هو اعداد ما بقى عنده ريزنينج قالك اه طلع هيك فيك ما جاوبك او جاوبك ببطء عنده الرشفة معه او ما عنده نحنا كثير بالطب دقيقين بتنشوف وين بديووصل كيف شكل الامور ايه عمده السنين بقى هي مهمة كتير هاللي عم يسمع انا ممكن يكون عم بيفكر انه كمان بينسى اه شو بنا ناقلهم انه ايما انت بنتبه انك انت انه عم ينسى ومرتاح مع النسيان في طرد او مزعوج تريبيا عم بيأثر على الدايلي اكتيفتي طبعه يعني مثلا نسي الركوه على النار نسي سيارة الدايرة نزيل اهلا هالدرجة في هيك شي نسي نسي يقبض يتناسى يقول بونجور بونسوال بس انه ينسى بمعنى نسي وين صاف السيارة لا لا فيه ينسى وين صاف السيارة وراح عمول كبير مثل في دباي بتصير مرة مية تلهم يعني صار شي ورجاء نسي وتذكر بس هبتزيد تانهار نسي وين المول كمان تانهار صاف وننسى ايا بي هون صار نسيارة عم بيأثر على الدايلي فونكشن طبعه ممكن بالشغل طبعه يطلبوه بالإدارة يفتحوا العين على الموضوع انه لأ بلاشنا عم ننسى بشكل تأثر على عملك وبعدين هتأثر على الصحة يعني اول شي بتأثر على العمل انما بعدين بقى تسي تأثر على الصحة في خطر ينسى شي داير الغاز يولى على البات دونك بيعرف فجرة هتشيف له على قبلة التركيز يعني الناس اللي ما كتير بيركزوا بالحياة هتشي بقدى للناس هين اكيد لانو ازا كان ما بقعد يركز واذا هو مانايا ممنيح ما رح يركز نسي اكتر هلا ازا عم ينسى بمس بابا بي رح يركز اقل بس ازا ما عم يركز اوقات لها فترة قصيرة مش معينة انه ما رح يتذكر مرتبطين ممكن يكونوا مع بعض انما واحدة تتأثر على التانية حسن اي هي بتجي قبل بس عادة تشوفه واحدة كتير واعي مركز بينسى اقل لانو نرجع على شو عم بيعمل كيف عود حاله على التركيز في فرق بين حدا عم بيلعب ورا 24 24 عود حاله عن السيان حدا عم بيلعب صدقه او عم بيقرأ او عم بيشغل راسه مثلا عم بيعود عم بيعيد الاشياء لانو عم بيقول نيرونس طبعه عم بيقول ميموار يعني فكرة مزبوطة انو واحد ازا حفز مثلا شعر ازا حفز شدو الضرب ازا حفز افكار بيمرن يعني ذاكرة هي عضلة تتمرن اكيد بيطولها الا ازا عنده هو جيناتك كوز للاسف حصه بشيع جيناتك ليه ورس شي لانو منشوف عندك بروتينات حتى بتقوم بانو خاع على الماء طبع الظهر والبراين بيبرمو بجمع فيهم باتا اميلوات بروتيين يعني هي الفا بروتيين وهو دولي باللوي بادي مثلا فهو دولي البروتيينيات الابنون بيجمعوا هيدا حتى لو بنهاية عميلو بديو يخد اجبي مثل انما اليوم شخص هو معوض حاله على بس اقول انو ما في هالأدهينة انو ما في سبب طبي هو بيكون اللي معوض حاله على حياة عدم تمرين الزاكرة وانا هون بالطب بقدر بعريف بسهولة وممكن اعمل فحص دم اكيد كيف فحص الدم مثلا فيتامين اه باسيس اوقات ما بنعملهم بس بناف بعمل زنك كوبر زعلين طيب فاذا اللي عنده نقص بالذاكرة بيكون عنده نقص بالفيتامينات شو بيدوذ اكتر شيء وبي شو ممكن بناف بجعل باسيس اكيد اذا كتير اخد زنك وكوبر شايفة انتوكسيكاتد ما بقدر تذكر مزبوط يعني في اوقات اذا ألس زنك كتير اه بيدوش عنديك مسلا ديبريسيون ما ننساها اصدق لحزة بس اللي عم تقول افكار كتير مهمة بس سريعة اصدق اذا عالي الزنك بالدم بينسا فمعناتها اللي عم يسمعنا لازم يعرف ما لازم ياخد فيتامينات بدون فحص طباة عطول بقولها مزبوط يعني ما في حدا يسمعنا بروح ياخد مزبوط بس حاله لا اكيد لا في فحص دام وكتير مهمة ديبريسيون يعني تشوف هلا كتير ناس عم ينسوا لانه هنة ديبريست هلا قبل ما اطلع مع حضرتي كلوركا سألوني عن قصة الفاكسا والنسية ايه ضروري هيدا نحكي عنا اوكي فاكسان تبت كورونا قصدك اكيد اللي لقتوا كوفيد او اللي ما لقتوا عزتوا جوا من القلق واللومود وصار في ايزوليشن بالبيوت عيد بحد ذاته اثرت على الميموري دكور لانصلا نحنا انكشس قلقين جدا وبالتالي في ناس انصابوا بالكوفيد وما كان عندهم عوارض واثرت على الزاكرة وفي ناس انصابوا بالكوفيد عملوا لونكتورم كوفيد يعني بعد ستة وشو تسعة وشو ضلوا وهيك متجوجين وعبينسوا وفي ناس عملوا الوكسان صاروا ينسوا اكتر نعترف بس لانه مثل اشياء الفاسكولاري تضخط دمع على الارتاء من الارتاء على الراس بقى هاو دي بجمرنوا حالون بقلون رح يتلعون منا ما فين انكر انه ما اثرت على short time memory يعني اكل مبارح مجدرة اخذت خمسة مهلا يتذكر او ما تذكر اوكي بس ولكن بس انا السؤال محدد دكتور اذا عملوا يعني بحث اكيد من بعد كورونا عارفوا شو القصة شو صار اذا اصلا حدا بيعلن الاشياء بشكل صريح لانه اخر شي انا مفكر انه كورونا هو مؤامرة بس هلا هيدا موضوع تاني السؤال اللي بدي اسأله ايه اسألك ايه انه هو بحث ذاته يعني الكورونا هو اللي نسه ولا الفاكسان اوكي بس الكورونا اكتر من الفاكسان هيدا هم بدي اوصل للجواب يعني في ناس اخدوا الوقاة اكبار بالعمر منصابه بالكوفيد ببعض الدراسات تلع انه هدول صار معهم الناسين اقل انه طعمه منصابه 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 انه الكورونا اللي بينصاب فيه كان عمره فوق ال خمسة وستين سبعين عنده عم بيعمل نزلت المورتاليتي بالفاكسان للخمسة بالمية نحنا بفهم الهجوم على الفاكسان بس بي اعمار وبحالات كانسر وبحالات هيدا الفاكسان خليهم اليوم يكونوا موجودين ويدهروا عم بحكي الاعمار الكبيرة واللي عندهم كتير مشاكل صحية يعني هيدا شي ما اثبت طبيا اثبت هلا في انا مسلا ما اخدته افدا ولا واحد فانه ايود انت اسست يعني بقولك ما تاخدي انا بيدا العمر صح عنديك صحة ما عندك مشاكل صحية لا بوقتها 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 الناس كلهم اخدوها انا ما اخدتها ايه قصدي بيكون مختلفة عن الناس اللي اخدوها ها هي سؤال كبير نجع حسب الاعمار حسب شو عندهم مشاكل صحية في ناس اخدوا الفاكسان وخلص الفاكسان خلصهم حياتهم وفي ناس اخدوا عملهم عوارد جانبية فازا كل حدا كان ردة فاعل ما في الشي هالقدي ثابت مية بالمية بس كمان الهجوم على الفاكسان مش شكل عم نشوفه من حيات كل شي عليه هو جزء بس في اشيه تاني بحياتكم عم بتأثر يعني حسرنا شو ما يصير يلا فاكسان بس عم ننسى حالتنا المادية بلبنان عم ننسى السترس اللي عم ننعيشه عم ننسى الحروب اللي عم نتعرض له بس العالم الكوكب ما كله نصب بهيدا المرض انا بيرأي بهيدا الوقت فالحصاء العالمة شو طلع عنو هيدا الشيه انو فايد كتير للاعمار خاصة الكبيرة فايد اكيد الفاكسان للاعمار الكبيرة اللي عندها مشاكل صحية اه لانو في ارقان خليون ينسوا خليون ينسوا يعني اشيه صغيرة مش مهمة لفترة قصيرة بس ما خليون ينسوا طويلة الامد اكيد لا لهي السبب اللي عم بقوله انو كتير حملناه ونحن نعترف بانو فيه عوارد لكل شي بنعمله بالحياة جانبية ما فينا نقول لا هلأ اليوم بتسأليني واحد عمره تحت خمسين هلسي بديوخد فاكسان بليك لا بس واحد عنده كانسر اجرق بقل له ايه خود الفاكسان واحد عنده مشاكل انسداد رؤي مزمن اللي بياخد فاكسان بقل له ايه واحد عمره سبعين داخت سكري كولستيرور رسول بالقلب دياليز ايه بقل له ايه خده وكل المختصين اللي عم بيحضرين بيقولوا يعني بيدعموا هالفكرة بدا انتبه وقتها مننسى انو كنا كتير مضغطين ومعنا حلول مزروبين ايه بخصوص انه هي مؤامرة خليني اجرب زب تهجم لي هي انو وجهت الفيروس انما ممكن تكون في بعض الناس اوسيسين تعاملوا معه بشكل ممكن يكون زيادة عن زوم ضمن مؤامرة معينة شكرا كتير دكتور على كل هالمعلومات المفيدة ونلتقي بحلقة تخرى